السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة نحن نعلم جميعا أن الشيطان الرجيم هو أكثر مخلوقات عدو لابن آدم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو ولقد ورض عن الإمام الغزلي في كتابه إحياء علوم الدين دعاء لا يحبه الشيطان ويتمنى أن لا يدعو به أحدا من الناس فقال الإمام الغزلي لقد ورض في الأثر عن إمام محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص فجاءه الشيطان وقال له يا إمام وعاهدك أني لن وسوس لك أبدا ولن آتيك ولن أمورك بمعصية ولكن بشرط أن لا تدعو الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحد فقال له الإمام كلا سأعلمه لكل من قبلت وفعل ما شئت هل تريد معرفة هذا الدعاء؟ فكان يدعو ويقول اللهم إنك صلت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانه وقبيله من حيث لا نراهم اللهم أيسه منا كما أيسه من رحمتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين رحمتك وجنتك فهذا الدعاء كما سمعنا يفزع منه الشيطان ويتمنى أن لا يدعو به أحد فعلينا بكثرة الدعاء به كنفزع ونخوف الشيطان أكثر وأكثر نجال الله تعالى وأيكم من وسوسته وشره ونفخه ونفسه اللهم آمين ترجمة نانسي قنقر